لأسبوعها الرابع تمضي مشاورات الكويت التي تتسع فيها الهوة بين طرفي المشاورات وتغيب أفاق الحلول الممكنة يقول رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي نحن نناقش من أجل عودة الدولة لتكون مصدر أمان للجميع وهم يفكرون فقط بالسلطة ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم للسلطة هكذا تضيق العبارات لتختزل السلطة مقابل السلام مبدأ يذكر بمثيله الإسرائيلي الذي يقوم على خيار الأرض مقابل السلام لتغيب معه مطالب شعب ومظلوميته طيلة عام ونصف من الحرب والحصار وغياب الدولة فيما يغادر مشاركون في الوفد الإعلامي للحكومة الكويت مؤكدين فشل المشاورات وعبثيتها بسبب إصرار الميليشيا على إجراءاتهم الإنقلابية وعدم الحزم من قبل المبعوث الأممي ومراوغتهم المستمرة وعلى الأرض تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع خروقاتها بالقصف والحصار والهجمات في تعز والبيضاء والجوف وشبوة وتطلق صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية هو الثاني خلال أقل من أسبوع بحسب إعلام الميليشيا رد يؤكد استمرار النوايا العدائية للداخل والخارج من قبل ميليشيا الحوثي التي لا هدف لها من الحرب سوى الحرب ذاتها كما تؤكد تجارب اليمنيين فالتحركات العسكرية التي تقوم بها الميليشيا مستغلة الهدنة دفعت بطائرات التحالف العربي للعودة إلى سماء الحرب مرة ثانية هذه المرة بغارات على موقع مهلهل العسكري بمحافظة عمران ورغم تأكيدات المبعوث الأممي المستمرة للمجتمع الدولي إيجابية المشاورات وهو ما يقتضيه دوره الدبلوماسي إلا أن واقع الأمر يشتي بانسداد أفقها خصوصا مع الكلفة الباهظة التي يدفعها اليمنيون جراء استمرار الحرب وانتهاكات الميليشيا ضد المدنيين والأكثر هو صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث في اليمن